انت يا جزائري مين شايف نفسك انت انت يا جزائري شو مفكر نفسك انت يقول لك بلد المليون شهيد لا 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 مين جايبين هذا الكلام من اين اتيتم بهذا الكلام بلد المليون شهيد ما اعرف انا شو طينتكم انت يا الجزائر الحرس قايفيدي جديد معكم صابر من فلسطين الجزائر تلقى اشادة دولية واسعة من ليبيا والدول العربية والاسلامية والعالم كله بسبب تضامنها مع المغرب وليبيا في ظل هذه الكوارث الطبيعية وليبيون ومغاربة يقولون ان الجزائر دولة مبادئ اتمنى منكم دعم هذه الحلقة بقوة من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان وصلكم كل جديد وعلشان نوصل رسالة اهلنا في الجزائر لكل العالم فعندما صرح رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا بان الجزائر لطالما وقفت مع الشعب الليبي في كل الظروف والاوقات التي تدل على محبة الشعب الجزائري للشعب الليبي والعلاقة المتينة بالأخوة والتكاتف وحسن الجوار يا جزائري تعال عندي هون انت يا جزائري مين شايف نفسك انت انت يا جزائري شو مفكر نفسك انت انت حبيب الله انت من الأطقياء والأنقياء والشرفاء والشهداء يقول لك بلد المليون شهيد لا 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 مين جايبين هذا الكلام من اين اتيتم بهذا الكلام بلد المليون شهيد بلد العشرة مليون شهيد الشهيد الشهداء الأطقياء الأنقياء الشرفاء على فكرة اعتقد لو ما في جزائر في الدنيا لقامت القيامة هذا تفكيري البسيط يعني ما اتكلم في الدين يعني الجزائري انصر الجزائر ظالما او مظلوما الجزائر طبعا تقول لي الآن يعني انا بمدح بالجزائر مين انا انا لا شيء كبار الناس يمدحوا الجزائر ويذكروها بالخير الجزائر على فكرة ما اعرف ايش مشكلتهم ما اعرف ايش مشكلتهم ما تقابل واحد جزائري الا تحبه ما تقابل واحد جزائري الا ترى انه يقطر خير وخيرات فلذلك ما اعرف انا شو طينتكم انتوا يا الجزائريين طينة طيبة بس يعني صدقا اربعين سنة في كندي ترونتو لم اقابل جزائري واحد ما احترامي لا الاخوة الكرام من جنسيات ثانية الكرماء الشرفاء ما قابل جزائري واحد الا غصبا عنك تحبه فلذلك هنيئا لكم ما اعرف ايش رضعتكم امهاتكم بس اكيد كان مخلوط بالطيبة والشرف والنقاء والصفاء اكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تحية للجزائر اشادة دولية وعربية تجاه دولة الجزائر دولة الشهداء الجزائر التي انعم الله بها علينا وعلى دول الجوار وجهود الرئيس عبد المجيد تبون نحو الدول المجاورة والمساعدات الجزائرية التي كانت عونا لدولة ليبيا الشقيقة دعونا نشاهد بداية اتقدم بالشكر الجزيل السيد الرئيس عبد المجيد تبون على الاستقبال الذي خصني به للتطرق للعلاقات التنائية القوية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة تطرقنا لسبل احلال الامن والاستقرار في المنطقة اللقاء شكل فرصة بالنسبة لي لأعرب لسيد الرئيس ان الولايات المتحدة جد ممتنة للجهود الجبارة التي تبدلها الجزائر للوقوف الى جانب بلدان الجوار خاصة ما تعلق بالكوارث التي خلفت الاف الضحايا تمنيت للسيد الرئيس رحلة متمرة ومريحة الى نيويورك في اطار مشاركته في اشغال الجمعية العامة للامم المتحدة الولايات المتحدة الامريكية مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الامن الامامي ومجلس حقوق الانسان انه شرف كبير لعضوية هذه المجالس الامامية ومسؤولية في الوقت نفسه وفي الاخير تترخن ايضا للعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين في الميدان الاقتصادي اكدوا لسيد الرئيس ان اطلاق رحلة مباشرة من الجزائر العاصمة الى نيويورك من شأنه ان يقوي العلاقات الاقتصادية التبادل الاقتصادي والسياح بين البلدين كما سيقوي العلاقات التقافية وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بالاخص اللغة الانجليزية اشكر مرة اخرى السيد الرئيس على حفاوة الاستقبال سنوصل العمل بجدية من اجل الارتقاء بالعلاقات المهمة والراسخة التي تربط بلدين في نهاية هذا الفيديو بحبت شكركم كتير على المتابعة كل التحية والتقدير لكم كان معكم اخوكم صابر كلاب من فلسطين نقول دوما تحية الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة والحمد لله على نعمة الجزائر الدولة الشقيقة لكل الدول العربية سلام